استقبلت مصانع الشركة الوطنية للمشروعات الانتاجية صافي بي سيوى التباع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفدا من جمعية إحياء التراث المصرية ويت ذلك استمرر لدور القوات المسلحة الرائد في المجال المجتمعية وتحقيقا لمسؤوليتها الاجتماعية وأعرب رئيس جمعية إحياء التراث المصري هشام الشاذي عن فخره بما شاهده بالمصانع من خطوط إنتاج تتواكب مع أحدث التكنولوجيا العالمية في مجالات عمل الشركة مثمنا الدور الذي تقوم به الشركة في خلق تجمعات تنموية جديدة بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب